مع الحكيم مع الدكتور عبدالعزيز الراجحي نلقاكم اليوم مع ضيف جديد دكتور محمد كامل استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمركز مغربي بالرياض وزميل كلية الجرححين الملكية أهلا وسهلا بك دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالمستمعين دكتور محمد اليوم بيكون نقاشنا على الجيوب الأنفية فلو سمحت هل ممكن تعطينا فكرة مبسطة عن الجيوب الأنفية وما هي بالضبط؟ الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية موجودة في الجمجمة مبطنة بنفس الغشاء المخاطن مبطن للأنف وهي عدد من الجيوب الأنفية عندنا الجيوب الأنفية الجبثية دول اثنين الجيوب الأنفية هلواجهية دول اثنين الجيوب الأنفية المصفوية ودي عدة جيوب الأنفية في كل ناحية من واحد أنف والجيوب الأنفية رؤتدية في قاع الجمجمة دول اثنين والوظيفة للجيوب الأنفية أنها تعطي خفة لوزن الجمجمة ورانين للشط إذن لها دور في صوت الإنسان؟ عليها دور فرانين الصوت طبقة الصوت نفسه جميل هل طبقة الصوت ممكن تتأثر تتغير مع التهابات الجيوب الأنفية؟ زي ما حضرتك عارف أنه في حاجة أسمعها الصوت الأنفي لما يكون فيه التهاب في الأنف والجيوب الأنفية ويصاحب له انشداد في الأنف يبقى الصوت غير واضح أو يطلق عليه الصوت الأنفي وما يستطيع التمييز بين الحروف الثلاثة الباء والنون والمين جميل الجيوب الأنفية دكتورة اللي ذكرتها الآن هل هي عبارة عن فراغات في الجمجمة عبارة عن عظم؟ أو هل هي مبطنة بأغشية أخرى؟ هي فراغات في عظم الجونجمة مبطن بالغشاء المخاطر للأنف هل يتأثر بأي أمراض معينة؟ هل ممكن تصيبه التهابات؟ أسباب التهابات الجيوب الأنفية هي متعددة بعض أسباب التهابات الجيوب الأنفية بناتج عن الحفسية بعضها ناتج عن التهابات الميكروبية وبعضها ناتج عن سوق استخدام الهدوين طيب هل نقدر نفرج دكتور بين الأسباب الحساسية والالتهابات الميكروبية مثلا؟ طيب الحساسية هو مرض مزمن ساعات بيجي في نقوبات حدة ساعات بيبقى شكوى مستمرة ده بيبقى ناتج عن تهايج الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية بحاجة معينة وده مرض وراسي وبيختلف طبيعته أو تشخيصه هل هو مرض مسمي أو متقطع أو مرض مستمر حسب كمية العراض الموجودة فيها وعراضه بتبقى هي العطاس، السيلان، الحكة، الانسداد بدون ارتفاع تدرجة الحرارة وحسب مدة الأعراض بنتظر نحدد ده حاجة مسمية أو متقطعة أو حاجة طوال العام في حالات الالتهابات الجيوب الأنفية الناتجة عن الحساسية هل يصاحبها خروج إفرازات من الأنف وده خرجت هل تكون لها ألوان معينة ولا زيها زي الالتهابات الميكروبية؟ لا، الالتهابات الجيوب الأنفية عادة بيبقى المخاط لونه أبيض في العادة إنما في بعض أنواع من الالتهابات الجيوب الأنفية نتجة عن الحساسية ببقى المخاط ملون شوية نتجة عن تكسر نوع من أنواع الكرات الدم البيضة إنما عادة الالتهابات الميكروبية بيبقى مصاحب لها حرارة إلى الالتهابات المزمنة إذن الفرق بينها هو بين الحساسية المزمنة أن الحساسية المزمنة معروفة عند الشخص ومتحود عليها الالتهابات الميكروبية ممكن يجي معاها ارتفاع في درجة الحرارة وتغير في لون المخاف سليم احنا عندنا نوعين من الالتهابات الميكروبية نوع حاد ونوع مزمن والحاد بيبقى اما التهاب يلوشي اما التهاب بكتيري والتهاب المزمن بيبقى الاعراض تستمر اكثر من 18 اسبوع بدون ارتفاع ضريط حرارة طيب لو ركزنا على الالتهاب الجيوب الانفية بسبب الحساسية دكتور محمد هل فيه فحوصات معينة للدم مثلا نسمع عنها احيانا او للجلد ممكن يتحدد لي اسباب الحساسية اه طبعا فيه نوعين من الاختبارات بيساوي لمعرفة سبب الحساسية ايه فيه اختبار بيتعمل على الجلد بياخده حوالي 14 مادة من الحاجات الاكثر شيوعا لتهيج الاخشين المخاطر الانف وبيختبروه على الكلب ويشوفه بعد ربع ساعة نتيجة الاختبار ويحدده اذا كان الشخص عنده حساسية لهذه المواد ولا لا ولو المريض بياخد مضادات حساسية ما ملادرش نعمل النوع الاختبار ده فبيسحبه عينة من الدم وبيعنه الاختبار تاني لتبين الاجسام المضادة في الدم هل هذه الفحوصات دكتور محمد دقيقة؟ يعني هي لأكثر أسباب شيوعا يعني هم يدرش يعملوا اختبار حساسية خاص بكل شخص هو بيعملوا دلوقتي انه هو اكثر أسباب شيوعا في المنطقة معينة بيعرفوا ايه اكثر حاجات بتعيج الان وبيعملوا اختبار عام وليس خاص اذا هم ما ياخذون عينة من الدم مثلا ونتيجة العينة تطلع الحساسية من كذا وكذا وكذا ولكن يستخدمون مواد معينة مأخوذة من الاشياء لمساعدة سبب الحساسية المعروفة ويختبرونها على الجلد وعلى الدم ويشوفون اذا كان هذه تنطبق عليه بالضبط كيف طيب اذا عرفنا اسباب الحساسية هل في لها علاجات تمنع الحساسية نهائيا او معظم العلاجات فقط تتحكم في شدة العراض هو فيه طريقتين من علاج الحساسية طريقة اللي هو زي ما حدثت قلتها علاجات تتحكم في شدة العراض وفيه طريقة تانية اللي هو العلاج المناعي للحساسية العلاج المناعي للحساسية لما بيتعرف ان الشخص عنده حاسية حاجة محددة يعني ممكن يخلها في صورة امصال نقطة تحت الاسن من ثلاثة الى خمس سنوات دي الحاجة الوحيدة الممكن تدي امل انه تنقطع الحاسسية في يوم اليوم هل هذه العلاجات متوفرة؟ اه العلاجات متوفرة لانه دي حاجة قديمة ما هيش حاجة جديدة ومجربة تمام بس هي المشكلة بس انه طول فترة العلاج عادة المريض بيزق من طول فترة العلاج لانه يحتاجت زي ما تفضلت الى تقريبا خمس سنوات احيانا اه من ثلاثة الى خمس سنوات ما ينفعش وقف النص ما ينفعش ياخد اول ست شهور كده كتفين لانه هيجد العلاج غير جيد وغير فعال لكن هل العلاج يكون فعلا لو الشخص التزم للمدة المطلوبة هل العلاج يكون فعلا فعال بانهاء الحساسية؟ ما نقدش نقول انه هو ناجح من نسبة 100% بس هو نسبة نجاحه عليها جميل وفي حالات الحساسية اللي احنا بنتحكم في العراض ما هي الخيارات المتوفرة؟ والله في هذه الحالة احنا بنفصل الالاج على حسب الشكوى بمعنى انه لو المريض عنده حساسية موسمية بياخد الالاج بطرة محددة تمام؟ لو المريض عنده حساسية طوال العام بياخد الالاج طوال العام الهجاة الحساسية الميزة فيها انها اغلبة موضعية منهاش اعراض جانبية على مدى الطويل من الاستخدام نسمع كثير انه ادوية الحساسية على الاقل سابقا كانت تسبب دوخة ويمنع الشخص ان يسوق سيارة الاخر هل هذا الان موجود في الادوية الحديثة؟ لا في الادوية الحديثة ده حضرتك بتتكلم على انه زمان كان مستخدم اللي هو مضادة الاستمين من المجموعة الاولى دي كانت عادة بتسبب نعاس وبتسبب قل التركيز ودي اللي كان الشخص يمنع من القيادة لو هو بستخدمها انما مضادة الاستمين الجديدة كلها لا تؤثر على التركيز وحتى وقدة يعني موافقة من هيئة الطياظان لان الطيارين هادر استخدمها والطيب يسافروا بها عادي جدا دكتور محمد خلينا الان ننتقل الى التهابات الميكروبية للجيوب الانفية ما هي مسبباتها؟ التهابات الميكروبية للجيوب الانفية زي ما قلنا بيغبأ التهابات الفيروسية والتهابات الفكترية عادة بتبتدي التهابات الحادة كالتهابات الفيروسية والتهابات الفيروسية دي زي دور البرد العادي جدا ان احنا بيجينا كتلنا ده بيبقى مع التهاب حد في الجيوب الأنفية بس عادة لا يستمر اكتر من اسبوع ولما بيزيد الاعراض بعد اسبوع او بيطول اكتر من اسبوع بنبتدى نشك انه قد يكون في بكتيريا داخلت على الفيروسات وقدت الى التهاب بكتيري للجيوب الأنفية وعادة ان التهابات الحد للجيوب الأنفية الاعراض فيها بتختفي خلال فترة 4 عسابية اما لو استمرت الاعراض اكتر من 12 اسبوع حتى مع العلاج دفعتها بيبقى الالتهابات المزمنة للجيوب الأنفية انت الان ذكرت ان الالتهابات تبدأ عادة كالتهابات فيروسية وش رايك باللي كل واحد اللي يبدأ سكام او يحس بالالتهاب في الجيوب الأنفية يبدأ على طول بمضاد حيوي هل هذا تصرف صحيح؟ لا هذا تصرف غير صحيح بس هو المشكلة انه المريض للأسف بيتعادى عنده انه اي التهاب حتى في الحل او اي مكان بيعتقد انه يبتدي بالمضاد الحيوي ده غلط للأسف ده حاجة بقى موروسة ثقافية عايزين نغيرها اي التهابات بتبتدي كالتهابات فيروسية في الاول حتى التهابات الحل اهم حاجة انه واحد المريض يبتدي بيه هو مضاد الالتهاب يعني خفض الحرارة المسكنة على مضاد الالتهاب ده الاساس ولو لا انه خلال 3-4 يام الاعراض بالتسوق او الحرارة بتاعنا ساعتها يبتدي يشك انه قد يكون فيه التهاب بكتيري وساعتها يبقى يقول والله انا عايز مضاد حي انما في البداية خفض الحرارة المضاد الالتهاب ده كافي جدا للتحكم في الاعراض وتجنب الالتهابات ده الالتهاب استمر بكتيري او الميكروبي اكثر من 12 اسبوع هذا يبدأ يصنف على ان الالتهاب مزمن تمام هل اعراضه تختلف عن اعراض الالتهاب العادي كيف يعرف انه انا عندي وشي الاعراض اللي تستمر معايا لمدة 12 اسبوع هي اعراض الالتهابات الجيوب الانفية الحادة انه يبقى فيها حرارة واجعة في الواجهة افرازات صددية موجودة في الانف تمام وتسميع واجعة سواء على العين او على الاسناد بالنسبة للالتهابات المزمنة هتجد الشاك وموجودة انسداد الانف افرازات من الانف تستمر اكثر من 12 اسبوع ما بتروحش حتى بالعلاج طيب الاعراض اللي زي كده وتستمر الى اكثر من 12 اسبوع ما هو العلاج؟ بيحتاج ان هو خطوة الاولية ان هو يروح للطبيب يشوف ايه السبب الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية يعني بيحتاج أنه يعمله منظر الأنف عشان يطامن على الأنف الداخل هكي حساسية المريض ده بياخدش علاج للحساسية يعني له عشان مقطعية للجيوب الأنفية يشوف هل صرف الجيوب الأنفية طبيعي ولا مزدود وهو ده السبب في أنه الالتهابات بقت مزمنة وفي ضوء تشخيص سبب الالتهاب المزمن يقدر يحدد العلاج لو كان حساسية هياخد علاجات لو كان في عنده حاجات تؤدي إلى سوء التصريف هيحتاج عملية لتحسين تصريف وتهوية الجيوب الأنفية نسمع أحيانا دكتور محمد عن تنظيف الجيوب الأنفية أو غسيل الجيوب الأنفية هل هذا يتم عمله الآن؟ أول حاجة أنه زمان كان بيطلق حاجة اسمها بذل الجيوب الأنفية اللي هو بيتقار عليه رسيل الجيوب الأنفية ده حاجة بقت أبسوليت يعني حاجة ممنوعة على مستوى العالم بعد عمليات الجيوب الأنفية كان شاعر في فترة محددة أنه هو بيشتخدمه غسول للجيوب الأنفية كان فيه جهاز يتحط فيه شوية محليل كده ومضادات حيوية وبيتعامل به غسول الجيوب الأنفية وثبت أنه هو ده بيكون ميكروبات فبطلوه فأنسف حاجة لغسول الجيوب الأنفية اللي هو الغسول ما يطلح وهذا كيف يستخدم؟ ده بيشتخدم حضرتك أنه كان مرتب للأنف يعني زي بالزبط قريب من فكرة الإسنشاء والإسفار أثناء الوضوء بس هو بيبقى محلول ما يتمنح بيستنشأ المياه للداخل وبعد كده بينفرها من داخل الأنف من خلال الأنف كله؟ من خلال الأنفة طيب الأشخاص اللي يجومون الصباح فيه ناس مثلا يجولنا مع غير مدخن ورغم ذلك كل يوم الصباح أجوم ولاجي زي الإفرازات في مؤخرة الأنفة والحلق هل هذه من الجيوب الأنفية؟ شوف حضرتك الإفرازات الأنفية الخلفية سببها حاجتين سببها إلتابات الجيوب الأنفية بأنواعها سواء الحساسية أو الإلتابات الميكروبية أو في بعض الأحيان بيبقى ناتج عن انسداد الأنف أنه هو بيفتح فمه ومنايم حتى بدون إلتابات بس بسبب احتقان بسبب تضخم لحميات الأنف وده يؤدي إلى جفاف الحل لأنه مفروض أنه الهوى بيعدي على الأنف بياخد رطوبة ودفء من الأنف فلولانف مجدودة بيفتح فمه وبياخد النفس من الفم فالهوى هو داخل بياخد رطوبة من الفم فيؤدي إلى جفاف اللعاب وده اللي بيحس به والحاجة الأخيرة أنه في بعض الأحيان ارتداد المعدي المريئي يؤدي الأحساس بأنه في بلغم في مؤخرة الفم أو شقف الحل الارتداد المريئي هذه نقطة جدا مهمة ويبدو أنه مؤخرا منتشرة لدى أفراد كثيرين في المجتمع ممكن تشرح لنا شوي عن الموضوع هذا لو سمعت الارتداد المعدي المريئي ده بقى من أكثر الحاجات شيوعا زي ما حضرتك قلت وسبات لأنه الضغوط العصبية بقى زيادة شوية بطريقة أكلنا ما بقيتش زي الأول بقى كل الحاجة بسرعة مفيش مطبق كفاية أكلنا بقى كله أو أغلب الناس بتأكل حاجات قلت لها من الأسواق مما يعرفش مطبوخة زي كمية البهارات اللي فيها فسوء استخدام الأكل وعادات الأكل دي من الحاجات اللي بتؤدي الارتداد إنما فيها أسباب تانية طبعا الاكثار من المياه الغازية من ضمن الحاجات اللي بتؤدي للمشكلة إنما في بعض الأحيان بيبقى في عندنا عيوب في الجهاز وهضم نفسه زي مثلا يكون فيه فتق في الحجاب الحاجز أو يكون فيه فتق أو وسع في فم المعدة أو فيه فتق في الحجاب الحاجز أو فيه التهاب في الجزء الأسفل من المريء أو قرح في الأسنى عشر أو ميكروبات مستوطنة في الأسنى عشر وهذه كلها تسبب زيادة الإفرازات وخروجها على المريء ومن المريء على سقف الحلقة على الحنجرة والبلعوم وتؤدي إلى المشكلة دي إذن في الحالة هذه العلاج بالمضادات الحيوية وعلاج الالتهاب الجيوب الأنفية لن يعانج المشكلة لأنه هيستمر الحمض يخرج من المعدة ويسبب الالتهابات متكررة الإفرازات الأنفية الخافية نتجع عن ارتداد سوائل المعدة دي علاجها الأساسي الاختزام بتعليمات الأكل وحزير الأكل وعلاجات للمعدة أساسي إذن هذا يوديني يمكنني إلى نصيحة مهمة جدا لجميع المستمعين أنه إذا كان عندك إفرازات من الأنفية خلفية يومية في الصباح أو تغيرات مستمرة في الصوت أو آلام متكررة أو نحنها بصورة مستمرة أو نحنها بصورة مستمرة لابد من زيارة الطبيب الأنف والأذن والحنجرة للأخذ بعين الاعتبار أنه احتمال يكون عندك مشكلة أصلاً في الجهاز الحظ دكتور محمد شكراً جزيلاً معلومات وافية جداً نشكرك على حضورك معنا اليوم دكتور محمد كامل هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمركز مغربي بالرياض وزميل كلية الجراحين الملكية شكراً لحضوركم المجتمعين اشتركوا في القناة